السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم اليوم طلاب الأعزاء؟ أهلاً وسهلاً بكم في درس جديد بعنوان لماذا تحتوي النبتات على أزهار؟ في البداية طلاب الأعزاء افتحوا معي صفحة مئتان وخمسة لتتابعوا معي درس اليوم هياً لنبدأ وضيحي لديه سؤال مهم لنا فلنستمع إليه لماذا تحتوي النبتات على أزهار؟ في هذا الدرس سنجيب عن سؤال وضيحي ولكن عليكم أن تكونوا مستعدين جيداً هيا لنبدأ درسنا سيكون مقصماً على ثلاثة أجزاء في الجزء الأول سنحدد بعض أجزاء الزهرة في الجزء الثاني سنصف سبب حاجة النبات للطلقيح وفي الجزء الثالث سنصف دور الزهرة في الطلقيح إذن لنبدأ الجزء الأول وهو أن نحدد بعض أجزاء الزهرة علمنا في الدروس السابقة أن البراعمة تنمو وتتفتح وتتحول إلى أزهار ملونة وجميلة ومن نعم الله سبحانه وتعالى أنه خلق لنا ألواناً مختلفة وملتنوعة من الأزهار والنباتات وفي درس اليوم أحضرت لكم نباتات مختلفة أيضاً حين تمرون في شوارع الضوحة الحبيبة تجدون العديد من الأزهار والنباتات الملونة والجميلة انظروا إليها كم هي رائعة فلنبدأ انظروا معي إلى هذه الأزهار الجميلة التي أحضرتها لكم اليوم ولكن قبل أن نلمسها علينا أن نرتدي القفزات لنحافظ على أيدينا هيا أنا بانتظاركم أنا مستعدة الآن انظروا معي إلى هذه الأزهار الجميلة لها رائحة زكية وعطرة يا الله ما أجملها أنا أحب الأزهار كثيراً انظروا إلى اختلافها إنها مختلفة في اللون انظروا جيداً وهي مختلفة في الشكل أيضاً وفي اللون يا الله ما أجمل لونها إنه اللون المفضل لديه وهو البنفسجي فإذاً طلاب الأعزاء برأيكم هذا الجزء الملور من الزهرة ما اسمه يا ترى؟ من منكم يعرف الإجابة الصحيحة؟ لنرى منظروا إليها إنها تسمى البتلات أو بتلة وهي الجزء الملون من الزهرة فإذاً هذا الجزء الملون من الزهرة يسمى البتلة هيا لنستمع إلى وضيحه للبتلات أشكال وأحجام وألوان وروائح مختلفة شكراً لك يوضيحي على التذكير والآن طلاب الأعزاء هل تعرفون من يحب الأزهار أيضاً؟ فكروا قليلاً هيا لنرى هذه الصور أنظروا نعم إنها الحشرات الحشرات تحب الأزهار الملونة وتنجذب إليها وللنباتات الزهرية بتلات كما تعلمنا كي تجذب الحشرات وسنتعلم لماذا تجذب الحشرات وما دورها في الدرس التالي كنوا مستعدين جيداً والآن طلاب الأعزاء انظروا معي إلى اختلاف البتلات في هذه الصورة في الصورة الأولى هذه الزهرة لديها أربع بتلات أما هذه البرتقالية اللون فلديها ست بتلات وهذه ثلاثة أما هذه الزهرة فلديها ثمان بتلات وهذه الزهرة البيضاء الجميلة لديها خمس بتلات هل تستطيعون أن ترتبوها من الأصغر إلى الأكبر حسب عدد البتلات؟ أنا متأكدة أنكم تستطيعون ذلك نعم ثلاثة أربعة خمسة ستة وثمان بتلات أحسنتم يا صغاري فإذن في هذا النشاط تعلمنا للبتلات أشكال وأحجام وألوان وروائح مختلفة للنباتات الزهرية بتلات كي تجذب الحشرات إذن طلاب الأعزاء هل استطعنا الإجابة عن السؤال الذي طرحه وضيحي في بداية الدرس والذي كان لماذا تحتوي النباتات على أزهار؟ كلا سنجيب عن هذا السؤال إن شاء الله بعد الانتهاء من أجزاء الدرس الثلاثة ففي الدرس الأول اليوم حددنا بعض أجزاء النبتة قمنا بتحديد جزء واحد اليوم وهو البتلة سنتعرف على الأجزاء الأخرى إن شاء الله في الدرس القادم مع السلامة أعزائي الطلاب لأسئلتكم واستفساراتكم حول درس اليوم تواصلوا مع معلم الصف عبر تطبيق تينس